يطلع نائب رئيس الإدارة المؤقتة ليتغراي الجنرال تادسة والرد الصحفيين على القضايا الراهنة والتطورات في تنفيذ اتفاق بريتوريا وأشار إلى أنه تم معداد خطة تنفيذية مشتركة لعادة النازحين وفق الجدول الزمني ولكن هناك تعطيلات من جانب الفدرالي في العمل على إعادة النازحين لديارهم من جانب بيتغراي هناك اثنان من المهام التي يجب أن يتم العمل عليها أولا تجهيز النازحون لعددهم إلى أرضهم وثانيا هو خروج قواتنا المسلحة من الأراضي التي يجب أن يخرجوا منها ولكن من الجانب الفدرالي لا يوجد أي إحراز تقدم يثقر كما ذكر الجنرال تادسة والرد أن لا يجب أن يبقوا النازحون في مخيماتهم إلى الآن ولذا نبق من قوات الدفاع الأثيوبية أن تتحمل مسؤوليتها في إعادة النازحين لأرضهم يجب في أسرع وقت ممكن أن يعود النازحون إلى أرضهم قبل موسم الأمطار حتى يستطيعوا زراعة لهذا الموسم كما نعمل من قوات الدفاع الأثيوبية الوطنية أن تكمل المهام التي بغيت وأن يقدموا الدعم للنازحين فور عودتهم لأنه إن بقى النازحون هذا العام في المخيم ستكون هناك خسائر بشرية للنازحين وخاصة لعدم توفر المساعدات لهم في المخيم كما أن الجنرال تادسة والرد طالب الحكومة الفدرالية أن تنفذ البند الأهم من اتفاق بريتوريا للسلام الذي يشمل عودة النازحون إلى ديارهم على الحكومة الفدرالية أن تؤيد النازحين الذين واجهوا الصعاف المخيمات إلى ديارهم حتى يعودوا إلى أرضهم ويزرعوا ويحصطوا أجود المحاصيل ولذا المسؤول عن عودتهم إلى حياتهم السابقة هي الحكومة الفدرالية وفي الأخير ناشد الجنرال تادسة والرد من شعب أثيوبيا من المجتمع الدولي أن يفرضوا الضقوطات حتى يتم عادة النازحين لأرضهم في أسرع وقت والخلاص من جميع عزماتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر